أجور شحن البضائع القادمة من الصين إلى العقبة تشهد انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80% بحسب بوكلاء ملاحة فيما ينتظر المواطن أن يلمس أثر هذا الانخفاض على أسعار السلاع والخدمات انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين وراء تراجع أجور الشحن البحري في العقبة تراجعت أجور الحاويات القادمة من الصين بنحو 80% في المقابل أعلنت قناة السويس رفع رسوم عبور الحاويات بنسبة 10% إلى 15% بدءاً من مطلع العام القادم الحاوي كانت تكلف بحدوث 18 ألف دولار أصبحت الآن تقريباً تكلف 3000 دولار هذا الانخفاض في حجم التجارة ما بين البلدين والقطبين الرئيسيين وانخفاض أسعار الشحن شجع كثير من السفن أنها تغير اتجاهاتها وتتجه إلى منطقتنا في منطقة البحر الأبد المتوسط والمناطق الموانئ التي تتقع على البحر الأحمر بخصوص الرسوم المنوية رفعة في قناة السويس ستؤثر في المساورات الواردة من أوروبا وروسيا مثل بوخل غنم ستؤثر في زيارة الكولف حسب بالنسبة المئوية المنوية زيادتها لكن بالنسبة لأنه خط آسيا وخط الصين والهند أكيد لا يؤثر لأنه أصلاً ما يتمر بقناة السويس التغيرات على أسعار الشحن ستنعكس إيجاباً على التجاري وحركة تجارة الترانزيت فيما يبقى السؤال متى سيلمس المواطن أثر هذا الانخفاض هناك دورة اقتصادية في أي سلعة تستورد بين شهرين وثلاثة إلى أن توصل البضاعة جديدة وتتخلص التاجر من البضاعة القديمة فأنا أعتقد أنه من هنا نهاية عام 2022 راح تلاحظ ملاحظة كبيرة بانخفاض أسعار الشحن وأدت إلى انخفاض السلعة من نسبة لانخفاض وجور الشحن أكيد سنعكس بشكل إيجابي على التجار ومستهلك خلال تقريباً مدة شهر جميع الطلبية الجديدة راح تكون بالسعر المخفض طبعاً راح نعكس على حركة السوق وكمل استراد من خلال تنفس التجار وطبعاً من نسبة لتخفيض الأجور سيشجع أخوان العراقيين السوريين أخوان التجار الضفة الغربية على استخدام بواب ميناء العقبة لما تتمتع به من استقرار وأمان وهي أصلاً بازدياد مريسكة 1600% على العوام السابقة الألبسة والأثاث والكهربائية ستكون الأكثر تأثراً بانخفاض أجور الشحن للحاويات القادمة من الصين بحسب تجار